السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم بحلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة. حرفيا انا زهقت بن كارتيرون. محلش بقى جماعة بعد اذنكم. محدش يجي يقول لي. لا ازاي. ده ازا مالك شوت التاني عمل شوت اكثر من رائع. ولكن الحظ لم يحالفنا. واحد تاني يجي يقول لي يا عم حرام عليك ده احنا لنا سبعة وتلاتين ضرب الجزاء. والتالي يجي يقول لي يا عم لا ده الحكم ظلمنا في في الوقت اللي كان فاضل يعني اللي هو بدل تضايع. ويجي حد كان عايز برامة زيكسا بيقول لي بمفروض طريق حمد يضطرد. وضربة الجزاء بتاعيتكم مش طرد. ومش عارف ايه وايه 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 وايه. بصوا يا جماعة يعني بعد اذنكم. انا قلت كزا مرة وبكررها تاني وكلكو على دماغي من فوق. انا ما بتكلمش في التحكيم. انا راجل محلل رياضي. بحلل المطش اللي شفته. ما بتكلمش في التحكيم. التحكيم لنا وعلينا. عشان ننجز. فيه وفيه. فيه كرات وفيه كرات. جهات جريشا النهاردة. انا ما بتكلمش عليه. ولا هتكلم على اي حد بيحكم. ولا عمر يتكلم في التحكيم. علشان ناس صلبت كتير جدا مني. قول رأيك في التحكيم. قول رأيك في التحكيم. اتفرجوا على اكبر الاستوديوات التحليلية في العالم. مش هقولك في مصر. لما بيكون اي حد قاعد بيتكلم في التحليل. يقول له رأيك ايه في التحكيم. ده اذا سؤال تسأل. يقول له لما الحكم هو اللي يقول اللقطات اللي بعد المرشح حصل فيها ايه. معظم الاستوديوات التحليلية ان ما كانش كلها في العالم كله في خبير تحكيمي بيجي يحلل الاخطاء التحكيمية لان الراجل ده حافظ قانون تحكيمي. انا راجل محلل كروي. محلل رياضي. اقول لك الخطة. اقول لك التشكيل. اقول لك توزيع العيبة في الملعب. اقول لك ايه الخطأ المدرب اللي عمله. وهكذا. لكن يا جماعة تحكيم انا مبتكلمش فيه لان انا ما مفهمش فيه. انا على قد زي زي اي حد في العالم في التحكيم اللي هو اه ضربه كده يبقى انزار وضربه وزحلقه وهو بيجري وكان وراه يبقى طرده حاجات كده بسيطة. فما حدش بعد اذنك يا جماعة يطلب مني رأي في التحكيم لان انا انا مفهمش حاجة في التحكيم. انا راجل الحمد لله بفهم في التحليل الرياضي لكن في التحكيم مفهمش حاجة. فانا مش هتكلم عن الوقت بدل الضيع اللي حسب وكهات جريشا للزمالك ولا مش للزمالك دربة الجزاء صحيحة ولا مصحيحة طرق حامل الطرد ولا ما اضطردش. اه المفروض الكرة بتات حاميد احداد الناس اللي كان بتتكلم ان احباد ساميل الزحل عليه الطرد ولا لأ مش عارف كرة مين اللي هند بول وكرة مين وكرة شريف اكرامة ضربة الجزاء ولا لأ شلنا من القصة دي كلها بقى شلنا من القصة دي اتعدلنا. مش هنرواع بنرغي كتير اتعدلنا. اتعدلت مع بيرامدز. عملت شوت اول زي النيلة. ما جيتش اصلا وما نزلش من الاوتوبيس. يعني الزمالك شوت الاول مجاش يعني. كان بيرامدز بيلعب تمرينة. اه اه وبيلعب مع نفسه كده لو كان عايز يخلص الماتش شوت الاول بيرامدز كان يخلصه. ولكن ربنا هو اللي سطر. هتجي تخش على اه نادي الزمالك شوت التاني. اه الزمالك شوت التاني عمل ماتش جميل جدا. عمل شوت جميل جدا. وشكبالة نزل قلب الدنيا. والدنيا كانت جميلة. بس تعال كده واحدة واحدة نتكلم في اللي حصر شوت الاول والاخطاء اللي حصر في شوت الاول واللي خلت بيرامدز يبقى مساطرة على الكورة ومساطرة على نادي الزمالك. بس تعال في الاول نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الافضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الزمال الشوت الاول نزل عادي اربعة اتنين تلاتة واحد. خطة عادية اعتبر اللعيبة هم هم. لو هنفنط لعيب لعيب. محمد عواد انا وجهة نظري يعني اه لا يسأل عن الهدف. اه الكورة على طول عبدالله سعيد كان متساب له وحده وخطأ اوباما اللي عمله نفس الخطأ فمطش الاهلي في كرة محمد شريف هي هي. يا جماعة في لعيبة محتاجة تتعلم اساسيات الكورة. اساسيات كرة القدم. يا جماعة مش اي لاعب يقدر يخش يلعب كده مع نادي كبير ويروح ويشوت ومش اي لاعب جاب له جنيني بقى هو برينس. لا. في اساسيات لكرة القدم لعيبة كتير مش متعلمينها. ازاي تستلم الكورة? ازاي ترقص? ازاي تحط اللعيف في دهرك? ازاي تتحرك وانت معكش كورة? ازاي تتحرك وانت معك كورة? الوضع التشريحي الجسمك وانت واقف. الوضع التشريحي الجسمك وانت متحرك. الوضع التشريحي الجسمك في حالة من السبات للاندفاع مرة واحدة. مش من السبات للحركة التدريجية. كلام كتير جدا وحاجة كتير جدا. في لعيبة كتير جدا عندنا في الدوري المصري مش عايز اقول دوريات اخرى هقول في الدوري المصري ما عندهمش اصلا اساسيات كرة القدم يعني ايه لاعب صانع العاب لنادي من اكبر اندية مصر ونادي من اكبر اندية افريقيا مش عارف يستلم الكورة مش عارف يوقف الكورة اصلا اصلا في الحياة ونفس الغلطة كربون مطش الاهلي هي مطش ولا الراجل بص متنهاش اتفضل باش اي 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 عشان انتو مش شفتوهش في الاعادة اشوفاه في الاعادة ايه 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 طبعا اه فرجاني اه ساسي باشا هو يعني الراجل بس تفضلا منه وتكر inflammation منه هو الراجل بيلعب معانا كده يعني اه الراجل احنا تعابينه معانا بننزله هنخليه بص الكورة ويشوتها ويا ريتو حتى بيشوت بيبص الكورة ويحاول ان هو مش عارف بيعمل ايه في الملعب بنلف حوالينف سنة المهمة معلم اربعة اتنين تلاتة واحد زيزو بن شرقي اوباما حميد احداد اوباما حاضر غيب اوباما جاش المطش فالجاني الساسي نفس الكلام قاعد معه بره عددك ما بنزلوش اصلا يعني محمود علاء انا يعني مش لاقي كلام تاني اقوله محمود علاء مستوى قل جدا 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 بقى دايما في معظم المطشات مش مركز مش مش واعي مش فايق تحس ان هو تعبان مجهد مش معانا يعني عنده مشاكل عنده حاجة عنده معان بره متأخر عليه مش عارف النهاردة عبدالله السعيد لما لوينشو محمود علاء لما تدرس تدرس عبدالله السعيد يا جماعة دي مقودة للتاريخ يعني عبدالله السعيد احسن صانع العاف في مصر حالي مش عمتا حالي هو احسن صانع العاف في مصر والاهلي ما عارفش الآن دلوقتي عوض عبدالله السعيد وكل الاهلوية يعني عارفين كده ومتأكدين من كده وكل الالوية اللي بيتابعوني بيكتبوا لي كده دايما الاهل معاش عوال عبدالله السعيد مع كامل احترام للأفشة وكامل احترام لأي صنعاء العاف في مصر لعيب رغم كبر سنه ورغم تقل حركته دلوقتي لكن لعيب عارف كل رايحة فينه جاية منه لعيب رمضان صبحي طبعا النهاردة حمزة المسلوسي رغم ان انا يعني بشوف ان حمزة المسلوسي من اقل الصفقات اللي جابها الزمالك في الموسم اللي فات ولكن هو كان بالنسبة لي من افضل لعاب ينادي الزمالك النهاردة كان قادر يخرج رمضان صبحي برا الجيم تماما كان قادر ان هو يفضل مسكه في وضع السبات رمضان صبحي مش عارف يتحرك مش عارف يروح مش عارف ييجي فسبحان الله كارترون لما لقى ان رمضان صبحي حمزة المسلوسي مسكه رحمة الله حمزة المسلوسي بنازل حزم امام زي الفل يمكن الشرط التاني بعد الشرط الاول لما كان برامد زم بهدلنا تماما وكان المفروض ساعتها الحل الوحيد ان زمالك يابع حاول زمالك شرط الاول لعب مقدرش ان هو يعمل حاجة حميد احتاد مقدرش ان هو يهدف زيزو وبن شرقي ما عارفوش برضو ان هم يروحوا كان احمد فتحي وايضا محمد حمدي مسكين بن شرقي وزيزو كويس شرط التاني حاول كارترون ان هو يقلب الدنيا ونزل شكبالا وخرج اوباما لحضر الغائب وبقى يلعب اربعة اتنين اربعة بقى يلعب بشيكبالا قدام كأنه او مهاجم تاني مع التبديل مع زيزو كان زيزو بيبدل مع شكبالا طبعا زيزو ضيعة كرة ما اتضيعش خالص بعد كده لما بدأ كارترون يعني يمكن انا اتبسطت الحاجة واحدة اتبسطت منها في كارترون النهاردة الوحيدة انه لما نزل شكبالا وخرج اوباما انا جايف مخيلتي مباراة المقاودين اللي فت على طول انه هينزل شكبالا يمين ويرجع زيزو ارتكاس تاني كده خلاص شكرا انت بتقتل نفسك ما الحمد لله لعب لعب اربعة اه قدام عملنا ضغط هجومي على بيرامة زيكندينة يعني اهداف المفروض محققة نجيبها ولكن ضيعناها الحمد لله رب عمين مفيش فنش تماما عند رائعة الزمالك تقريبا يا جماعة او مفيش تفكير قدام الجون كتير يعني بصح ما راحبنا قدام الجون اه ادي ما فيش هو كده حافظها المهم يعني بغض النظر ان كارترون بقى كلاسيكي وطريقته محفوظة ممكن النهاردة لما لعب اربعة قدام بدأ يجدد شوية بدأ يدخل عنصر المفاجأة شوية اه شيكبالة بصراحة عمل عليه انا شايف شيكبالة نزل شيكبالة عمل مباراة قوية جدا هو اللي كان بيلعب تقريبا في الملعب كله وبعده كان نزل حزب امام حاول ليعمل حاجة اسلام جابر حاول ليعمل حاجة مفيش خالص حددسه على حرج لما نزل حزب امام كان حزب امام يسيب رمضان صبحي ببعض اللي قطوط رمضان صبحي بيحاول ياخد الكرة شوفت رمضان صبحي لان بعد حمزة المسلوسي خرج بدأ معدل استلامه للكرة او معدل الاحتفاظ بالكرة في رجله بقى اطول شوية من ايام ما كان حمزة المسلوسي موجود او من وقت ما كان حمزة المسلوسي موجود بعد كده اسلام جابر نزل في دقايق قليلة ما اعتقدش انه هو يلحق يعمل حاجة وسيف الديني الجزيري نزل عشان يضغط شوية وخرج زيزو يمكن تغيير سيف الديني الجزيري كويسة ولكن انا ممكن ش عايز زيزو يرجي اطلع خالص كان عنده لسه موجود ما كانش تعب لسه كان بان انه هو تعب ولكن هو كان مخدود من الكرة اللي ضيحها كان ممكن يقدر يكمل كنت ممكن تنزل سيف الديني الجزيري وتخرج فرجاني سياسي وتغامر بقى مش مشكلة انت كده 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 كنت ضغطه مقفل الى حد ما دفاع ورا شوية فواحد يقول لي انت هتغامر يا عم تلعب بخمسة هجوم ومش عارف يروح على لا عفوا ان ده ماتش تاني وان الجزيري في مرة كان كذبان ثلاثة صفر وبيهاجم تاني عايز يجيب الرابع والخمس والسادس يعني ولكن في مبرار من الجزيري انا مش فاكر كان كام كام بالزبط بس كانت تغييراته خلصت وكان طريبا بيلعب مش عارف بتلاتة هجوم راح منزل واقل جمعة مهاجم رابع ولعب اتنام معاهم مش فاكر جاب جنو ولا لا بس مش هنسى المباراة دي يعني مش فاكر خلصت كام كام ومش فاكر واقل جمعة جاب جنو ولا لا بس فاكر اللقطة دي مضيئة في حياتي ان كان فيه تلاتة مهاجمين للنادي الاهلي وواقل جمعة راح لعب مهاجم رابع يعني يعني اهجم ما تخافشي ما انت مش باقي على حاجة ولا باقي على حاجة دوس يا معلم دوس ريت بس يا جماعة تفكريني بلوقت اتمنى الجزيدة لما واقل جمعة راح لعب مهاجم رابع كان في مطش ايه بالزلط وخلصت كام كام عشان عايز ارجع اشوف المطش ده تاني عشان نتعلم يعني فيعني في الاخر النتيجة او المباراة خلصت بنتيجة واحد واحد بدون اي كلام في اي حاجة تحكمية لا ازا مالك ليه وقت ولا ليه ضرب الجزاء ولا برمز ليه ضرب الجزاء ولا طريقة حامل الطرد معلش رابع زرورك جدا والله حب اتكلم في اللي انا افهم فيه وده مبدأ من اول ما عملت القناة ولسه مستمر عليه وربنا ربي يسبتنا على المبدأ ده يعني ان شاء الله كان مع اخوك عمر عاطف في قناة صاحب الكرة اشوفك ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم